أحسن الله إليكم بمعنى واحد يعني سواء تعمد هذا الشيء أو أنه لم يتعمده لأنه محاسب على لفظه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ولأن الدين لا يتلعب به ويقول الإنسان نهازل الذين قالوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنزل الله فيهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب فهذا هازل نلعب إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم نسأل الله العافية الإنسان يحفظ لسانه من سائر اللغو ومن السخرية والاستهزاء خصوصا إذا كان هذا سخرية بالدين أو بأهل الدين نعم نعم